نظام القضائي قانون ما زالت حتى الآن تسري التشريعات الأردنية عشية الاحتلال في العديد من القوانين عند مجيء السلطة الوطنية تم إنشاء قانون السلطة القضائية وهي لقطاع غزة والضفة الغربية فالوضع في فلسطين وخاصة مما يخص القوانين الفلسطينية هناك مجموعة من القوانين مازال يحكم في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني لعام 1960 ولكن في قطاع غزة هنا قوانين كذلك يعني قوانين مصرية وقوانين إنجليزية وقوانين عثمانية وكذلك في الضفة الغربية وبالتالي فلسطين من نوع آخر مجموعة من القوانين بشكل عام ولكن قانون السلطة القضائية هو موحد للجميع الضفة الغربية وقطاع غزة وقانون أصول محاكمات الجزائية والمدنية هو موحد للضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي اللي بحكم العلاقات هي اتفاقية أوسلو وبالتالي سيصدر في هذا اليوم قانون جديد بإنشاء مجلس قضائي انتقالي وذلك للعمل على تطوير وتعزيز السلطة القضائية في فلسطين نأمل أن ينتهي الانقسام وتعود فلسطين موحدة ولكن السبب الرئيسي في كافة المشاكل هو وجود الاحتلال كعائق لتطوير وتعزيز السلطة القضائية وحقوق الإنسان يعني أنا بصفتي وزير العدل من صلاحياتي تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وأنا قمت بزيارتين لسجن مركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا ومركز الإصلاح والتأهيل في بيت لحم وكانت ملاحظاتي على مركز الإصلاح والتأهيل في بيت لحم ورفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء وحاليا في قيد الدراسة لنقل هؤلاء النزلاء إلى مركز إصلاح وتأهيل جديد نحن بدراسة هذا الوضع بشكل جدي وطرحت على مجلس الوزراء بالأمس كان موجود القائد العام مدير الشرطة موجود في جلسة مجلس الوزراء وتم التباحث في هذه القضية لاتخاذ ما يلزم بأسرع وقت ممكن حول تحسين وضع النزلاء استنادا إلى حقوقهم وحريتهم وكرمتهم في هذا الوضع ونحن نضمينا إلى اتفاقية حقوق الطفل ويوجد عندنا قانون الطفل الفلسطيني وبالتالي نحن نلتزم باحترام وتطبيق كافة المعايير الدولية والوطنية اتجاه الأطفال الفلسطينيين سواء في حياتهم أو سواء في وقت احتجازهم كأطفال يعني هناك قانون الأحداث طبعا يعطي الحماية القانونية للطفل الفلسطيني استنادا للمعايير الدولية وأنا بهذه المناسبة بشكر القنصلية الإيطالية وبشكر الحكومة الإيطالية لدعمها ومساندتها في تحسين وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بما ينسجم والمعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر